موسيقى ازيكا جماعة واهلا بيكو في فيديو جديد كلنا طبعا ملاحظين اليومين دول ان الانترنت بقى بطيق جدا وسيق جدا وكل كده ما بتيجي تسأل اي حد ليه الانترنت بطيق يقولك ده بسبب الضغط وان كل الناس قاعدة في البيت فحنا بقى النهاردة عايزين نعرف ليه الانترنت بيبطيق لما بيحصل عليه ضغط والمشكلة ديت هتبدأ تتحل امتا بس في الاول تعالوا بقى نتعرف على سبونسر فيديو النهاردة موقع جي في جي مول هو ستور تقدر من خلاله تحصل على سريالات اصلية للويندوز والأوفيس باسعار مخفضة كمان من خلاله تقدر تحصل على العاب اصلية على منصات زي ستيم او بليستيشن او اكسبوكس وكمان دلوقتي تقدر تحصل على خصم 20% على اي منتج تشتري من عندهم لو استخدمت كود الخصم ام اي 20 فلو جينا كده مثلا نجرب نشتري اي منتج مثلا عايزين نشتري ويندوز تين برو ويندوز تين سعره 16 دولار و 99 سنت هندوس على باي ناو علشان نشتريه وبعد كده هنيجي هنا ندوس على باي ناو برضو هيطلب مني الايميل والباسورد بتاعي طبعا انت بعد ما بتسجل على الموقع بتكتب الايميل والباسورد بتاعك هنا بعد ما بتكتب الايميل والباسورد بتوعك بتدوس على ساين ان وبعد كده هو بيحولك للصفحة اللي بتكتب فيها الكود بتاع الخصم اللي هو ام اي 20 علشان تاخدوا الخصم اول ما هندوس كده على ابلاي هنلاقي السعر هنا هيقل من 16 دولار و 99 سنت ل 13 دولار و 59 سنت وبعد كده هنعمل التشيك اوت علشان نروح لعملية الدفع وهندق هنا اكتر من وسيلة دفع زي مثلا باي بال او بيزا و ماستر كارد او مثلا البيتكوين دي كلها وسائل دفع مشهورة لينك الموقع اقود الخصم اللي هيديك خصم 20% على اي حاجة تشتريها من عندهم هتلاقيه في الديسكريبشن تحت الفيديو تعالوا كده بقى نتكلم في الاول شركات الانترنت بتشغل الانترنت ده ازاي اول حاجة طبعا لازم تعرفوها ان كل الشركات بتعتمد على حاجة اسمها الشير يعني مثلا شركة الانترنت ديت لو عندها 100 عميل وكل عميل من المية دول سرعته خمسة ميجا ازا يبقى الشركة الانترنت محتاجة السرعة تبقى 500 ميجا علشان تكفي خمسة ميجا لكل عميل من المية عميل دول ولكن في الحقيقة إن السرعة اللي عند الشركة اللي بتوزع منها مستحيل تبقى 500 ميجا بإجمالي السرعة اللي طلع للعمل لا ده ممكن تبقى 200 ميجا بس وبالتالي الميتين ميجا دول بيتوزعوا على الميت عميل اللي كل واحد فيهم سرعته خمسة ميجا مثلا هتقول طب إزاي الميتين ميجا دول هيكفوا العملة كلها وكده كل واحد مش هبياخد سرعته لا في الغالب كل واحد يبياخد سرعته ووصل له كاملة إزاي بقى لأن مستحيل الميت عميل دول هيفتحوا كلهم مع بعض في نفس الوقت وكمان حتى لو فتحوا كلهم مع بعض في نفس الوقت مستحيل برضو يعملوا دون لود وكل واحد فيهم يسحب الخمسة ميجا بتاعته في نفس الوقت فبالتالي الشركة الانترنت ما بتحتاجش تجيب سرعة بإجمال عدد المستخدمين لأن المستخدم ده مش هيبقى محتاج سرعته 24 ساعة ومش هيسحبها 24 ساعة وده الوضع لكل شركات الانترنت بتشتغل به في العالم كله طيب إيه ما ل겠어요 دلوقتي في الآزمة التي إحنا فيها خود الفكرة بإن ناسницы كلها أعدت في البيت فبالتالي إن ناس قادة في البيت كل اللي هيا بتعمله إن هي محتاجة تعمل على الانترنت سوى أن تستخدم الانترنت فعل التسليل عشان ديالله والتجاز في البيت مش لقavaت ماما أو لو أن تستخدم الانترنت في شغل أو في دراسة ففي كل حل من الأحوال البيت كله قاعد كل أفراد الأسرة قاعدين في البيت وكلهم محتاجين الانترنت فبالتالي لو هنتكلم على مصر مثلا ففي ميت مليون واحد محتاجين يسحبوا سرعتهم كاملة وكلهم يسحبوها في نفس اللحظة فده شيء مستحيل ان شركة الانترنت كانت تبقى عامل حسابها ان هي تبقى محتاجة تطلع السرعة دي كلها ومن هنا بقى بتبدأ فكرة الضغط على الانترنت وان الانترنت بيبقى بطيق ومن سرعتك ما بتوصل لكش كاملة على مدار اليوم وبتيجي في الوقت الفعلا للناس كلها بتبقى فتحة فيه اللي هو وقت الزروة اللي هو يتراوح مثلا من الساعة 4 لعصر كده للساعة 12 بالليل وتلاقي السرعة بتاعتك لو 30 ميجا بتلاحظ ان هي قلت وعلى فكرة كل شركات الانترنت في العالم اتأثرت بالموضوع دوت ولكن مع تفاوت في التأثير يعني فيه شركات اتأثرت وبين علاقة جدا ان هي متأثرة وشركات كان عندها بندوس كفاية فلما اتأثرت الناس ما حسيتش قوي ان فيه تأثور عندها ولكن في كل حال من الاحوال كل الشركات في العالم اتأثرت تعالوا نتكلم كده مثلا لو هنتكلم عندنا هنا في مصر شركة زي شركة وي عندها 90% من العملاء بتقول الانترنت في مصر والعشرة في المية البقائيين متوزعين على ثلاث شركات تانين فانت متخان 90% يعني ملايين المستخدمين وهو طبعا اكيد ما كانش عامل حسابه ان الملايين دي هتحتاج سرعة الانترنت دي كلها بتاعتهم في نفس اللحظة فبالتالي العدد ده كله لما بقى يفتح بالليل فما بقاش فيه انترنت اصلا يقدر يكفي الناس دي كلها والانترنت هيوقف فبتلاقي ان شركة زي شركة وي بتلجأ ان هي تقلل سرعة الانترنت عندك بالليل تتراوح مثلا يعني حاليا في وقت تصوير الفيديو دوت ساعات كده تلاقي الانترنت عندك سرعته بالليل الداونلود بقى 6 ميجا بس حتى لو سرعتك 100 ميجا واوقات تانية بتلاقي السرعة عندك بقت واحد ميجا واثنين ميجا بس يعني السرعة بتاعتك ما بتوصلش كاملة ولكن طبعا انت لو بتعمل سبيد تست من ابليكيشن سبيد تست فهتلاقي واصلة كاملة لان احنا كلمنا على موضوع سبيد تست ده بلي كده وانا انه بيعمل تست على سيرفر الشركة اللي انت مشترك معاها فبتالي بديك السرعة كاملة حتى لو السرعة دي مش فعلية فالفيديو ده مهم جدا لازم تشوفها عشان تقدروا تختبروا سرعة الانترنت هسابلكم اللينك بتاعت في الدي هتجي انت بقى تقولي لأ انا من قبل الازمة اصلا اللي احنا موجودين فيها ومن قبل ما الناس كلها تقعد في البيت كان الانترنت عندي برضو بطيء في شركة وي والسرعة ما كانتش بتوصالي كاملة وكنت باجي بالليل الاقي السرعة برضو ونزلت عندي الواحد ميجا او اثنين ميجا وما كانتش بتديني السرعة بتاعت اللي انا مشترك عليها ده حقيقة فعلا لان برضو شركة وي في الظروف العادية عندها ضغط وده خطأ كبير جدا من الشركة ان الباندوث بتاعها او السرعة اللي عندها الم مفروض توزعها على المستخدمين مش مكفية الملايين اللي عندها بر من شركة ازاي هشركة وي عندها ملايين العملة تبقى عامزة حسبها ان الضغط بتاع الملايين دي حيبها محتاج باندوث كبير جدا ومحتاج ان انت توفر الباندوث زي ان هو يقدر يوصل لكل انحاء مصر ويوصل لكل الكبان الفايبر لفي مصر وكل سنترالات مصر لكن في الحقيقة شركة وي الفترة الاخيرة بدأ يحصل عليها ضغط باستثناء الازمة اصلا يعني قبل الازمة ما تحصل كان الباندوث تاع هشركة وي مش مكافة الع وملاقي اللي عندها فما بالك دلوقتي بقى لما الازمة حصرت الناس بقت محتاج الانترنت اكتر فعلشان كده شركة وي لازم فعلا تشوف حل انت زي بتوينها تطلع لك سرعات 30 ميجا و70 ميجا و100 ميجا وانت اصلا ما عندكش باندوث يكفي السرعات ديت ويكفي ان الناس كلها تقدر تاخد السرعات بتاعتها وبتيجي بالليل تقلل السرع للناس علشان الباندوث عندك ما يتسحبش كله على الاخر ويحصل عندك مشكلة طب تعالوا نشوف بردو بقية الشركات يعني مثلا شركة زي اورنجي واتصالات دول اتأثروا ولكن مش بالتأثر كبير قوي بتاع شركة وي يعني اه السرعة بتيجي بالليل بردو وتقل مش الطبيعي بتاعها قبل الازمة اللي احنا فيها ولكن مش كل يوم بتلاقي السرعة قلت بنفس المقدار ومش لدرجة ان هي توصل لواحد ميجا زي ما بيحصل في شركة وي واثنين ميجا واربع ميجا والحاجات اللي بتحصل ديت وكمان مش شرط ان هي تقعد من الساعة اربعة لعصر لحد اتناشر بالليل لا يعني ممكن في اوقات بس ولاية وبعد كيف ترجع تاني فالتأثر في اورنجي واتصالات موجود بس مش كبير قوي الشركة اللي حرفيا انا مش شايف فيها اي تأثر بالازمة اللي احنا فيها دلوقتي هي شركة فودافون شركة فودافون قبل الازمة بتاع كورونا كان الانترنت عندها برضو في شوية مشاكل وكانت ساعات السرعة برضو بتيجي كده وتقل وبيحصل عندها ضغط ولكن هما بصراحة ومعرفش هما قدروا يتصرفوا ازاي مع الازمة اللي احنا فيها دلوقتي ديت وقدروا يرفعوا البندوس بتاعهم او يقدروا يشوفوا اي حل من الحلول بحيث ان السرعة فعلا بتاعت فودافون وصلة كاملة دلوقتي اربعة وعشرين ساعة وقت الزروة وبقى مش وقت الزروة انا حرفيا باجا استخدم فودافون في اي وقت في الاوق بتاعت اليوم كله وبلاقي السرعة بتاعتي واصلا لي كاملة نفس السرعة اللي انا مشترك عليها بالزبط وعلى فكرة مش شركات الانترنت بس هي اللي اتأثرت وهي اللي حصل عليها ضغط في الازمة اللي احنا فيها لا ده مقدمين الخدمة نفسها زي يوتيوب وفيسبوك وانتفلكس مثلا كل الموقع ديت حصل عليهم ضغط كبير جدا ولو انتوا لاحظوا ان هما اضطروا في الفترة الاخيرة ان هما يقللوا الكواليتي بتاعت الفيديوز عندهم علشان الضغط ده ما يقصرش عليهم والسيرفرات يبدأ يحصل عليها ضغط تخ الناس بشكل مش مصبوط يعني انت رو جيت تفتح اليوتيوب اتلاقي الوضع التلقائي بتاعه بقى شغال على ربعمائة وتمانين حتى لو انت سرعة الانترنت عندك عالية جدا وتستحمل الف وتمانين بس انت راز ان تخش انت هتعدلها يدوي لالف وتمانين كمان في اليوتيوب بجودة سبعمائة وعشرين في معظم الفيديوهات كانت مكتوب جنبها اتش دي دلوقتي ما بقاش مكتوب جنبها اتش دي وده دليل على ان هما قللوا الكواليتي بتاعت الفيديوهات ونفس الموضوع برضو ينتبج على فاس بوك وينطبك على نيتفليكس فللاسف احنا مافيش قدامنا غير ان احنا هننتظر ان الفترة اللي احنا فيها دي التعدي والضغط يبدأ يخف على الانترنت علشان الانترنت يرجع طبيعي تاني وسواء من شركات الانترنت اللي بتقدم الانترنت او الشركات اللي بتقدم خدمات زي فيسبوك جوجل نيتفليكس اي موقع من الموقع اللي بتقدم الخدمات ولكن بعد بقى ما الازمة دي تتحل ومابقاش في لونه لتدisha انشاء الله شركة وي لازم تشوف حل في موضوع الدغط على الب عندها مش مستقر في الفترة الاخيرة ومش مزبوط. واكيد طبعا نتكلم على الموضوع دوت ونعمل فيديوهات نختبر فيها بقى شركة وي بعد ما الازمة دي تعدي ونشوف موضوع ان السرعة عندهم اللي بتقلي بالليل دي هتتبدل مستمرة ولا لأ ولانها برضو مش في كل اماكن يا في اماكن اللي هي مزبوطة واماكن اللي هي مش مزبوطة. عايز كمان حاجة اكد عليها دلوقتي في ظل الفترة اللي احنا فيها دي تحاول متعملش داونرود لأي حاجة ملهاش لازمة ومتعدش كده تحمل على الفوضي بحيث ان انت تسيب مساحة الانترنت لغيرك اللي بيستخدم الانترنت دوت في شغل او في دراسة. وان شاء الله ربنا يحفظنا جميعا ويش في كل مصاب ونعدي الازمة اللي احنا في هدية على خير. وكده احنا خلصنا. ما تنسوش بقى لوالفيديو عجبكو وتعمل اللايك للفيديو وتنزيل وتشترك في القناة. وتتبعونا على فيسبوك وانستجرام علشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى اللقاء في فيديو جديد. السلام. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.